بعد 27 عاما في السجن أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية عن سليمان العبيد ابن مدينة رهط في النقاب ليستقبله الأصدقاء والأهل بالزغارد والغناء والأحضان ووالدته المسنة بدموع الفرح الحمد لله رب العالمين وأنا اليوم حريتي معي وحادي طلعت والحمد لله رب العالمين وكل شيء كويس تمام عندي والحمد لله وانا باري يعني أنا شايف الشباب وكل الدنيا كلهم معي يعني والحمد لله رب العالمين يعني كل شيء تمام علم هالدني شوي والحمد لله اللي بشوفهم كمان عائلة السجين المحرر طلبت من الأصدقاء نظرا للظروف الراهنة من تفشي وباء الكورونا أن يقدم التهانية بخروجه من السجن بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي إلا أن ذلك لم يمنع العشرات منهم الوصول لتهنئته بالخروج من غياه بالسجن الذي أمضى فيه أجمل سنوات عمره رافضا كل محاولات تخفيف الحكم أو العفو عنه بدل الاعتراف ومؤكدا براءته من التهم الموجهة إليه الحمد لله اليوم خليه بيطلع حر طليق الحمد لله خليه بريء ما في علي ولا تهمة الحمد لله أن الفرحة هذه يكون من استناها من زمن إذا كانوا أهلي إذا كانوا راهط إذا كانوا برا راهط كل العالم كل بن آدم بيقول أنا عربي استنى اللحظة هذه والكل بيعرف أن قصد في قصته والكل بيعرف أن إنسان بريء وأن مستحل أن يوصل الموصل هذه أو لمرحلة الجراءة الحمد لله أن الشي هذا شفنا أني أنا شفت اليوم هذا إذا كان أنا إذا كان أهلي إذا كان أمه إذا كان أولاده خليه بريء والشي هذا معروف الدولة ما أثبت علي ولا شيء المجرم لليوم حر طليق وأنا أتمنى بأسرع وقت وبأسرع ممكن أن يلغوا القبض عليه أشهد لله كنت أنا أعز أعز أصحاب كل حياتي أنا أعز أصحاب والحمد لله ما بيين مني إلا كل خير يعني قد ما مشيت أنا إياه قد ما شلت أنا إياه كنا في البحر الميت الحمد لله ما أستلع لال27 سنة تعدني إلا غير والدي إضاح مني الحمد لله رب العالمين لو أطلع بريء وطلع سالم غانم ما في عنده أي حاجة قضية العبيد أشغلت الأوساط القضائية والإعلامية في البلاد على مدار ثلاثة عقود علما أن والد الفتاة أكد مرارا أنه بريء من التهم حيث جاءت إدانته استنادا إلى اعترافاته خلال التحقيق وليس إلى أدلة مادية ملموسة حيث شكك الدفاع في مصداقية الحكم بعد أن اعترف بأنه دفن الجثة في مكبد دائم للنفايات بينما عثر عليها بعد عامين في بئر بالقرب من مدينة بئر السبع